السلام عليكم ازايكم احلى متابعين في الدنيا معاكم عبير من قناة منوعات بوتة احب اشكر كل المتابعين المتفاعلين مع القناة بدعمكم لقناتي بتكبر وكل سنة وانتو طيبين النهاردة بنشوف باقي الحلقة الـ 29 من المسلسل الجماهيري جعفر العمدة طبعا شفنا كلنا بلال شامة وهو قاعد عند جعفر في المزرعة ودخول شوقي وكارم وبعديهم دلال وشفنا دلال وهي بتقتل بلال شامة في وسط زهول من شوقي ومن كارم من اللي بتعمله دلال اتفاجئوا ازاي هي بالحقد والاسوة دي كلها وزي ما قلتلكم في الفيديو اللي فات بتاع مبارح ان بلال شامة هيقول لها انت شطان براست وفعلا قال لها نفس الجملة شوقي وكارم بيقولولها احنا لازم نمشي من هنا وهو كده اتقتل عند جعفر وفي مزرعته وفعلا بيمشوا وبيسيبوا المزرعة وجعفر وهو بيتفرج في الحلقة اللي شفناها برضو بتفرج وهو محصور على اللي كانت عايشة معاه وبتكرهه كل الكره ده لكن محدش خد باله ان جعفر هيكون بيسجلهم بالكاميرا ومعاه الفيديو اللي هيخليه يوصل دلال لحبل المشنقة وبرضو يوصل شوقي وكارم للسجن زي ما قال له قبل كات جعفر طب اكيد ما كانش مصدق عيني من اللي شافه وينوي يشربها من نفس الكاس اللي شربته له طول السنين اللي فاتت ويعذبها زي ما عذبته طول السنين اللي فاتت والفيديو هيسجن شوقي وكارم لانهم مشتركين في الجريمة وزي ما قال له هرجعك السجن تاني بيجي تاني يوم وده بيكون اليوم بتاع دلال وبيقول لها اطلعيلي وهي طلعها تكون خايفة ومرعوبة منه وجعفر كل ده بيلعبها ومش معرفها ان هو لقى ابنه وبيقول لها ان هو راح لشوقي اخوها وشوقي قال له ان هو يعرف مكان ابنه بس لازم يطلقها عشان يعرفه طريق ابنه بس هو مش موافق وكمان يعرف مكان بلال شامة وهو دلوقتي بيفكر ان هو يطلقها وبعد كده بينزل جعفر يتكلم مع نعيم ويقول له حقك يا اخويا هجبهولك حقك انت وسيد وهردلكو كرامتكو قدام اهل الحتة كلهم ونعيم بيبقى فرحان جدا عشان جعفر اطمن على ابنه وخلاص هيجيب لهم حقهم وجعفر بيفضل يزعق في الحارة وبينادي على شوقي وبيقول له تعالى هنا انا عاوزك شوقي بيخاف ويفتكر ان هو هيسأله على بلال شامة وعلى انه تأتر في مزرعته وما يعرفش ان هو خلاص عارف ابنه وبيمسكه ويعلم عليه قدام اهل الحارة كلهم وكمان بينادي على نعيم وسيد عشان ياخدوا حقهم من كارم وهتبقى عركة كبيرة جدا وسط السيدة زينة بعد كده جعفر بيطلع فوق عند امه وامه بتبقى مبسوطة منه جدا وبتقول له اش معنى انت جيت اخد حقنا دلوقتي اش معنى دلوقتي اتأخرت كل ده لي يا ابني قال لها بعد ما خلاص اطمنت على ابني يا امي وبعد كده بتفهم منه حوار سيف وبتعرف ان هو خلاص رجع لحضنه وبرضه بيأكد عليها ان هي ما تجيبش سيرة لاي حد حتى لسرية المصيبة الكبيرة بقى ان دلال هتكون وقفة بتتصنت عليهم وسمعتهم وهم بيتكلموا وفهمت ان جعفر اصلا عارف كل حاجة وكمان عارف سكة ابنه وبتكرر تخلص من ابنه زي ما خلصت من بلال شام ومش هتتنازل عن ان هي تاخد حق اخوها اللي هو قتله بعد كده بعد اللي عملته ده كله ومش هتوافق ان بعد اللي عملته ده كله يطلع على الفاضي وان في الاخر جعفر وصرية يتهنوا بابنهم وهي ما بتخلفش فعلى طول بتتصل باخوها شوقي وبتقوله يا شوقي ده جعفر عارف كل حاجة وكمان عارف سكة ابنه وبتعرفه ان ابن جعفر يبقى سيف اللي دايما كان بيجيله البيت ولازم تتعاون معايا ودي الطريقة الوحيدة اللي ترد بيها كرامتك واعتبارك وسط اهل الحتة بعد ما جعفر هزأك وضربك وعلم عليك انت وكارم طبعا شوقي بيسمع كلامها وبيعرف عنوان سيف وصف صف بتكون بتتصنط عليهم وجرية قالت لجعفر وبتقوله المصيبة التانية اللي دلالها تعملها وبيقول لها دلال حسابها تقل قوي انا هاخدها واحدة واحدة وبتروح هي دلال هي واخوها شوقي للعنوان اللي فيه سيف واول ما بتخبط عليه سيف بيبقى خايف منها لانه سمع وشاف الفيديو اللي جعفر سجله لها وهي بتقتل بلال شام ادروا هما الاتنين يخطفوا سيف واخدوا عندهم في قوضة محدش يعرف يوصل بعد كده عشان يهددوا جعفر بيه بس جعفر مش عبيد كان على علم بكل تحركاتهم وكان بيراقب دلال لحد ما وصل للمكان اللي مخبيين فيه سيف وقدر يهجم على القوضة وطحانهم كلهم وضربهم وقدر ينقذ سيف ويرجعوا لحضنه تاني وسيف فضل يحضن فيه ويقول له انا مش عارف لو انت ما كنتش ابويا انا كنت هعمل ايه وبعد كده جعفر قال لنفسه ان هو لازم يخلص من شر دلال خالص هي واخوتها وعيلة فتحالة كلها اخد الفيديو اللي معاه وطلع على النيابة وقدمه وفعلا النيابة امرت بالقبضة على دلال عشان قتلت بلال شامة وكمان شوقي وكارم هيتسجنوا عشان هما مشاركين في الجريمة اما وداد بقى رجعت تشحط تاني بعد ما هشام نضحك عليها وفهمها انه هيشغلها لخمسة مليون وحيرجعهم لها خمسة وعشرين مليون راحت لابوها طردها وقال لها انا مليش دعوة بيكي وكمان سيد قال لها خلاص مش عايزك ودي كانت الاحداث اللي معنا النهاردة في الفيديو ولو وصلت معايا في الفيديو الحد هنا يبقى اكيد عجبك الفيديو ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصل لك كل فيديوهاتي ويا ريت ما تنساش اللايك عشان اللايك بيعلي الفيديو ويوصله لأكبر قدر من الناس ونتقابل بكرة ان شاء الله في الحلقة الاخيرة من مسلسل جعفر العمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة